السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعي قناة التعليمي اليوم إن شاء الله سنتعرف على قصة ابتلاء الياسر لمكون الاقتداء إذن من خلال ملاحظة الصورة نلاحظ أن هناك سيدة ملقاة على الأرض يتم تعذيبها من طرف شخصين سنقرأ النص إذن ازدادت لعمي بنت فأصر على أن يسميها سمية سألته لماذا تسر على ذلك يا عمي فقال إحياء لذكرى أول امرأة في الإسلام ظلمت بسبب عقيدتها ما قصة هذه المرأة وأسرتها إذن هذه المرأة هي سمية بنت خباط وقيل خياط من مشاهير الصحابيات أسلمت بمكة قديما هي وزوجها ياسر بن عامر وابنها عمار بن ياسر فهم من السابقين الأولين في الإسلام وهي سابع سبعة أظهر إسلامهم بمكة من غير بني هاشم لقيت سمية رضي الله عنها أصنافا من العذاب لترجع عن دينها فصبرت ولم ترجع طعنها أبو جهل بحربة في قبلها حتى ماتت وكانت حينها عجوزا ضعيفة الآن أفهم وأستنبت سوف نجيب على السؤال الأول موقف المشركين من بعت الرسول صلى الله عليه وسلم هو الاستهزاء ووصفه بالمجنون والساحري وتعرضه للأذى ومحاولة قتله صلى الله عليه وسلم ثانيا المعجم الأبطح هي الأرض المنبسطة الرمداء يعني وقت اشتداد حرارة الشمس غطه يعني غطه فيه ثالثا أسماء أسرة آل ياسر الأب ياسر والأم سمية والابن عمار رابعا السيدة سمية ظل أبو جهل يعذبه أشد التعذيب لأيام طويلة ويقال لم يشهد التاريخ امرأة عذبت كما عذبت سمية من طرف أبي جهل كان يضربها ضربا شديدا ويؤذيها أشد الأذى فحمل حربته وأغرسها فيها أي ضربها بالحربة وأنزلوا بهم أسرة آل ياسر أشد العذاب فإذا شد الحر وارتفعت حرارة الشمس وقت الظاهرة خرجوا بعمار وأمه وأبيه برمداء مكة والرمداء هي الرمال ذات الحرارة المرتفعة فيعذب أحدهم تحت شعة الشمس الحارقة حتى لا يدري ما يقول وقصة ابتلاء آل ياسر تتمحور عندما أحرق عمار بالنار ووضع الصخر الملتهب على جسده خامسا القيمة التي تحلت بها أسرة آل ياسر هي قيمة الصبر ثالثا أعبره لم تجعل مكانة آل ياسر في مكة أن يفرطوا في دينهم باء أولى الإسلام المرأة اهتماما كبيرا ونظر إليها نظرة تكريم واعتزاز فالمرأة في الإسلام هي الأم والأخت والإبنة والعمة والخالة والجدة والزوجة شريكة الرجل في تحمل مسؤوليات الحياة وقد كلفها الله مع الرجل في النهوض بمهمة الاستخلاف في الأرض وتربية الأبناء وتنشئتهم تنشئة سوية وجعلها على درجة واحدة مع الرجل في التكريم والإجلال أقوم تعلمي قصة آل ياسر وقصة أصحاب الأخدود تجمع بينهما قيمة الصبر على الأذى وتوحيد الله عز وجل وعدم الإشراك به رغم العذاب الذي تعرضوا له خامسا أدعموا تعلمي ما يثل على ذلك هو قول الله عز وجل لا يبلوكم أي لا يمتحنكم ويختبركم أيكم خير عملا يعني أن الله عز وجل سوف يمتحن الإنسان ويختبره بما يصيبه في الحياة الدنيا أدعم تعلمي سادسا بلال بن رباح الحبشي هو أبو عبد الله صحابي من السابقين إلى الإسلام كان مولى أو عبدا لبني جمح من قريش أعلن إسلامه فعذبه سيده أمية بن خلف الجمحي القرشي فابتاعه يعني شراه أبو بكر الصديق وأعتقه اشتهر بصبره على التعذيب وقولته الشاهيرة تحت التعذيب أحد أحد يعني لا إله إلا الله كان جميل الصوت يغني في الجاهلية فعندما ظهر الأذان بعد إسلامه كلفه رسول الله محمد بمهمة الأذان وبدأ العذاب فقد كانوا يخرجون به في الظهيرة في صحراء مكة فيطرحونه على حصاه المنتهب وهو من غير لباس ثم يأتون بحجر متسعر ينقله من مكانه بضعة رجال ويلقون به فوقه ويصيح به جلادوه أذكر الله والعزة وهي عبارة عن آلهة كان يعبدها الكفار فيجيبهم أحد أحد وإذا حان الأصيل أقاموه وجعلوا في عنقه حبلا ثم أمروا سبيانهم أن يطوفوا به بجبال مكة وطرقها وبلال لا يقول سوى أحد أحد وصبر بلال على الأذى إيمانا بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سابعا أدعم تعلمي بعض المواقف التي قد يبتلى فيها الإنسان كالإصابة بمرض خطير أو التعرض لحادث سير عدم التفوق في مباراة للتوظيف خلال هذه المواقف يجب على الإنسان أن يتحل بقيمة الصبر عسى أن يعوضه الله عز وجل بأفضل من ذلك إذن شكرا لكم جزيلا على تتبعكم ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ليصلكم كل جديد وبالتوفيق لكم إن شاء الله شكرا شكرا شكرا